اشتركوا في القناة وتعتبر من أهم الاكتشافات المفيدة لصحة الإنسان لاحتوائها على 17 فيتامين وأهمى فيتامين بي واحد وفيتامين بي اثنين بالإضافة الغناء بكمية كبيرة من المعدن مثل الفيسفور والحديد والزينك والسلينيوم والكوروم وتحتوى أيضا على البروتينات ومضادات الأكسداواء حمض الفوليك والبنتوثينيك والبيوتين وتعتبر من أهم المصادر الطبيعي المركبة الثيمين والنياسين والريبوفلافين وسنذكر في هذا الفيديو فواية شربها على الريق وكيفية تحضرها وشربها إن شاء الله أولا فواية شرب الخميرة البيرة على الريق أولا علاج الاضطرابة الهضمية المتعددة ثانيا تقوية الجسم كاملا ليحتوى على البروتينات لذلك يستخدمها الرياضيون والذين يمرسون رياضة كاملة الأجسام ثالثا تحسين صحة الجلد وزيلة نمو الطبقة الجلدية الجديدة عند عدم إصابته بأحدى نوع البكتيريا أو وجود خلل في الإنزيمات رابعا علاج اضطرابة المعدة كالإسهالة والإمساك خامسا تحسين الشهية لتناول الطعام ثانيا طريقة شرب الخميرة البيرة على الريق ننضيف ملعقة من الخميرة البيرة في كوب ماء فاتر ثم نضيف ملعقة من السكر ونترك الكوب لمدة 30 دقيقة ثم نتنول الخليط على الريق مرة في اليوم ونتجة نمتحلية الخليط بإضافة العسل ثالثا فويد الخميرة البيرة أولا علاج فقر الدم ليحتوى على الحديد بنسبة كبيرة ثانيا زيرة قوة الشعر وصحته وحيويته وبالتالي تخلصه من مشكلة التسوق ثالثا تقليل ارتفاع الكوريسترول في الدم وضبط معدله رابعا تقليل الالتهابات التي تصاب بها الأعصاب وتخفيف ألمها خامسا تهدأة العصاب والتخلص من الشعور بالتوتر والقلق والشعور بالاكتهب سادسا تنولها قبل النوم بمسجه مع الحليبه يسعد على النوم ويخلص من الأرق سابعا زيرة كفية جهاز المناعة ثامنا اليقاء من الأصابة بالأمراض السرطانية ثامنا تنظيم السكر في الدم ومنع ارتفاعه حيث تحفظ خليل بن كرياس على إفراز هرمون الأنسلين وبالتالي انخفض مستوى السكر في الدم تاسعا علاج مرض النقرص والتقليل من ألمه عاشرا تقليل المواد الدهنية عن البشرة ومنحها النظارة والحيوية والنعومة إحدى عشر الحماية من انسللل الشرين وتوفير الحماية ضد الأمراض القلبية إثنى عشر زيرة نشاط الجسم وزيرة نشاط الدورة الدموية في الجسم سلاثة عشر الحد من السمن والتخلص من الوزن الزيد عندما يتم تناولها قبل تناول الوجبات الغذائية أربعة عشر تأخر ظهور علامة التقدم في السن والشيخوها كظهور التجعيد والشيبة خمسة عشر الأقيمة من الأصوبة بها شاشة العظامة لاحتوى نسبة عالية من فيتامين باء رابعا أضرار تناول الخميرة أولا يحذر الذين يعانون من ارتفاع في ضغط الدم من تناولها لأنها تحتوى نسبة كبيرة من الصوديوم ثانيا يحذر المصابين بحاسية ضد الخمير من تناولها أتمنى من الله عز وجل أن تكونوا استفدتم من هذه المعلومات فضلا لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل رمز الجرس ليصلكم كل معلمة جديدة ومفيدة إن شاء الله